عايزة أعيشكم معايا في تجربة شخصية عاشتها الفترة اللي فاتت والتجربة دي بالصوت والصور كلنا طبعا بنسمع عن موجة الغلاء اللي في العالم كله بس ايا الحقيقة ما كنتش مصدقة انه الاسعار بقت كده في امريكا يعني انا رحت بلاد كتير لندن باريس دبي مش عارفين السعودية لكن اسعار كده يا جماعة انا ما شفتش زمان كانت امريكا دي بيقول لك روح ودي ارفص الحاجات تجيبها منها كانت تسترو فعلا كان حقيقي انا المرة دي الحقيقة صدمت خلينا احكي لكم الحكاية احنا هنا قناة المحور زي ما تبعتونا الفترة اللي فاتت روحنا امريكا نغطي القمة الامريكية الافريقية الثانية بحضور وتشريف سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي اللي عقدت في واشنطن وطول الوقت كنا في شغل ولقاءات تلفزيونية وترتيب للتخطية في الستوديو بتاعنا هناك وده كله الحقيقة كمان عايز اقول لكم كان في درجة حرارة اقل من الصفر يعني دي اهم حاجة صنع من نوعه ببرد جدا فكنت يعني بقى مجمدة بس حقيقة هو ده دورنا ان احنا يعني ننقلكم كل الاحداث لحد عندكم في يوم بعد ما خلصت الشغل ورجعين على الفندق قلت ايه انا عايز اعدي بقى اجيب شوية بسكوتات على شوية شبسيهات على حاجات احطاها بقى عشان ساعة انا بحبها نقنق كده ماشي ساعات بنبقى خلصنا ومالحقناش ان احنا ناكل المطاعم قفلت لانه بنعد نتأخر في الشغل وفي التصوير جوه الستوديو فملاقيش حاجة ناكلها اصلا فقلت هجيب بقى من السوبر ماركت عيش هجيب شبسي هجيب جبنة هجيب مش عارف ايه كده خلاص ويا ريتني ما رحت السوبر ماركت يا جماعة انا صدمت والسوبر ماركت ده الحقيقة يعني هو فيه كل حاجة من اصغر حاجة لأكبر حاجة والسوبر ماركت اللي كنت فيه ده يعني قبل ما نروح قلت طلبت من السواء ببلغ عن السواء اسمه رشيد وكان مغربي امر وجميل وكنا متفرج علماتش مع بعض ومبسطنا كان راجل طيب قوي قلت له يا رشيد خلينا ودينا سوبر ماركت كده في الفرط زي ما بيقوله مش يا جماعة رحنا بقى السوبر ماركت ودخلت أنا والكروب بتاع الشغل وعلى رأسنا الأستاذ عامر الخياط رئيس المحطة خلاص وإليكم المفاجأة هوريكم بقى عايزة هوريكم يعني أنا بقى رحتم صورة بقى طيب أنا والله يا جماعة صدمت طب هي الناس عايشة ازاي هناك طب احنا هنا مش عارفين نعيش طب الناس دي بقى هناك عايشة ازاي وحشرح لكم ازاي أنا مش بقول مجرد كلام أنا دخلت سوبر ماركت عادي وفي حاجات في متناول المواطن العادي مش اللي هو الحاجة العالية الفضيعة الغالية السوبر ماركت الغالي لا سوبر ماركت عادي خالص خالص طيب عايزة شبسي على بيبسي على ميبسي على جبنة على عيش وقضت وخلاص ماشي وأنا بقى ماشية على شان اتفرج على الحاجة الحاجة بقى ايه صدمت وعلى بال من جاهز الفيديو أنا عايزة كو تبصوا على الأسعار فيها تامر ما تنزل الحاجة هات الأسعار قرب جرب على الأسعار يا تامر جرب جرب وريهم الجهرة الجهرة اللي تجهرناها هناك طيب بصوا بقى أنا كتبقى لكوا بقى أصبروا أنا هسيب حاجة زي كده بصوا يا جماعة أما على بال ما يحضر الفيديو تامر الرز هناك بأكتر من 7 دولار كيس الرز اللي قد كده اللي قد كده يا جماعة والله العظيم كيس الرز قد كده وحتشوفوا دلوقتي بيجهز الفيديو هوريكم يعني بالصوت الصورة قد كده قد كف الإيد كيس الرز بسبعة دولار يعني بمية وتمانين جنيه مية وتمانين جنيه رز مصري مية وتمانين جنيه ماشي القهوة طيب بعشرة دولار يعني بكام بمتين وخمسين جنيه كابسولات القهوة بقى الناس اللي عندها مزاج دي بتشرب قهوة تسعة حبات بتمانية دولار تسعة وتلاتين يعني بأكتر من مية وتين جنيه خلاص ضربوا على كده وقسوا على كده يا جماعة أقل حاجة مفيش حاجة شفتها في السوبر ماركت كتير بخمسة واربعة دولار بعشرة وعشرين خلاص أنا تصدمت قلت الأسعار دي يعني إزاي بتتناسب مع دخل الموظف الموظف أو العمل الأمريكي هقلكوا إزاي إن أنا تصدمت ليه لأن أنا سألت وعرفت إنه متوسط دخل الفرد في أمريكا بيتروح ما بين 2000 ل 2500 دولار شهريا طبعا أنت هتقولوا يا مبلغ كبير لا تعالوا بقى أقول لكم الحقيقة المبلغ مش كبير إيه ليه بقى ليه لأنه الموظف هناك مطالب أول كل شهر يدفع ألف دولار لإيجار السكن طيب أدي ألف دولار و700 دولار كهرباء وغاز يبقى كده 1700 دولار و300 دولار مواصلاته يعني ما عندوش إلا 500 دولار يعيش بيهم وياكل ويلبس مسألت مصريين عايشين هناك الحقيقة بشكل عام قالوا لي أنه الأسرة المكونة من أربع أشخاص دلوقتي مطالبين أنهم جميعا أنهم لازم يشتغلوا مفيش حاجة اسمها أسرة مكونة من أربعة اتنين اللي اشتغلوا واتنين قاعدين ليه بقى عشان يعرفوا يعيشوا والحياة استمر موسيقى